السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتكم قناة سوبروان التعليمية اليوم هناك رسالة من وزير التربية الوطنية إلى كافة أفراد الأسرة التربوية ابتدأ في هذه الرسالة بالتعازي لجميع ضحايا هذا الوباء ثم أضاف أو تحدث عن هذه الحصص عن الفصل الثالث بصفة عامة ابتدأ بأصحاب الشهادات أصحاب الشهادات هما لعندهم السيزيام والبيام والباك هذو ثلاثة تحدث عنهم بأن سيتم بث حصص تعليمية ابتداء من هذا الأسبوع محدثت اليوم لكن أظن أنه يوم الأثنين تحدث بأنه سيكون حصص متلفزة لأصحاب الشهادات فقط ثم الطريقة الثانية لمزاولة هذه الحصص وهي الموقع موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد اللي هو لنافت هذه يدخلها التلاميذ ويستعمل كلمة المرور وأيضا اسم المستخدم اسم المستخدم الخاصة بأصحاب الشهادات ثم تحدث عن أول طريقة في الجزائر لطريقة لتستعملها وزارة التربية أول طريقة تستعملها لهذه السنة وهي طريقة حصص على اليوتيوب تحدث بأن هناك سبعة عشر قناة ستقوم ببث حصص تعليمية ثم تحدث أيضا بأن هناك حوار أو تحدث مع الإذاعة وسيتم أيضا برمجة حصص أو برامج تعليمية على الإذاعة الوطنية هذه في مجمل نص الرسالة الآن سنزيد أجوبة من عندي ربما البعض يتساءل عن مدى من الفصل الثالث عن بعد كيف سيكون هناك اختبارات أولا إحنا الغرض التعنى من هذا التدريس أو من هذه الحصص أنه ليس في غايتنا الامتحام بصفة عامة وإنما غايتنا هي تكوين رصيد معرفي أو باش ما خليه بصفة عامة باش ما خلوش طفل يريح حق ذاك في البيت خلاص إذا كان يريح شهر شهرين ربما المدة ستطول أكثر لكن الغاية تانا وهي تدريس الطفل باش ما يبقاش وحده هكذاك وخلاص إذا تم الرجوع إلى المدرسة اللهم بارك إذا مرجعناش وابقينا في تمديد للأجال ربما سيكون هناك اختبارات عند الدخول المدرسي مش الدخول المدرسة سنة مقبلة وإنما وقت ما يحبس علينا إن شاء الله هذا الوباع سيتم الدخول إلى المدرسة وإجراء اختبارات ربما ستطل المدة ربما إلى غاية جوليا أود سبتمبر كما صرت الكارثة الطبيعية تعبو مردس أظن 2001 إلى 2003 على ما أظن زيزال بومردس تم تأجيل اختبارات اختبارات أصحاب الشهادات إلى غاية سبتمبر إلى غاية شهر سبتمبر حاجة عادية إحنا الغاية تعنا وهي الوقوف بجانب التلميذ وبحسس تعليمية ودروس ثربوية من هنزيدو في الثقافة تعو من هنزيدو في رصيد اللغوي ويصر رصيد المعرف تعو قشلو كان أن نطبقه تعال الفصل الأول والفصل الثاني خصوصا للمرحلة الابتدائية أغلب التلميذ قد ينتقل إلى السنة المقبلة لكن لما ينتقل إلى السنة المقبلة وش من رصيد اللي عنده وش من رصيد اللي قابل به السنة القديمة وهو دي جاء عنده خمس شهر ولست شهر ما قراش إذن لازم نشوفه من الجانب هذا الجانب إيجابي أنه هذا الدروس مهمة جدا باش الطفل ما يبقاش هكذا وخلاص على الأقل نتابعوه ولازم صارامة إحنا كأولية أمور لازم صارامة مع التلميذ رأى عنده الوقت كامل ويلعب عنده 16 ساعة والعشرين ساعة في النهار رأى فيها كامل على الأقل نكونوا صارمين معاه لمدة ما بين عشر دقائق إلى ساعة إلى ساعتين حسب درجة استيعاب التلميذ ويقول أحب الأعمال إلى الله أدوام هواء قل لازم نحافظ على سرفيش مينيومو لازم على الأقل عشر دقائق في النهار نكونوا صارمين معاه نحبسوا عليه تلفزيون نحبسوا عليه قاعد الحواج اللي يدلوا له تشويش ننسيه باش نخله وحده في الطابلة باش ميتأثرش بعوامل أخرى ونقفوا معاه على الأقل نوفروا له هاتف يتفرج منه على الأقل نحن نقفوا معاه إلى ما قدرنا يمكنش وسائل معلش نجيبوا كتب مدرسية تاعه ونقفوا معاه ونجيبوا له مسودة ونشرحوله على الأقل يوميا درس على الأقل كل يوم نذلوا درس ونعودوا لمراجعة فيما يخص حيث القناة تتاعي على اليوتيوب وراني مع السنة الثانية فقط هناك عدة طالبات على إضافة سنوات أخرى والله الأمر جد 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 صحب سنة وحدة وراني نبث المجهود كبير على جال ما نقدرش نتوسع لسنوات أخرى ربما في وقت قادم إن شاء الله سأوضيف سنة أو سنتين دراسيتين أخرى إن شاء الله ربي وفقنا أنا وضحت برنامج إن شاء الله سنتقيد به ندير حصص تعليمية يوميا على الساعة الواحدة ونديروا تمارين خاصة بهذه الحصة على الساعة السابعة مساء يوميا ويوم الخامس والجمعة يتكون عبارة عن مراجعة وتقويمات خاصة بهذا الفصل فقط هذا البرنامج درته بعد استطلاع وبعد صبر الآراء التعلم المشتركين خرجنا بهذا القرار اللي هو قرار لسلسلة من التمارين لطوال في السنة الدراسية شاء نقوله نقوله وربي يفعنينا هذا الوباء وربي يفقنا ويفقوا ليدتكم أجمعين إلى هنا يكون خلاص معنا الفيديو وتعالينا اليوم أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر